كل شيء وارد في العراق لا للمستحيلة وألف لا لغير الممكن أول مرة شوفاني بالبلد ناشت بوق روحة مع المولجة جودة شدونا كهرباء شوالوها وإحنا صارنا تلف سنين هذا كيابول أن نتوسل بيهم يا بجو عارو شونا تعال سونا قالوا للمونا فلوس ونحن نجي سونا لعد دولة شنو شغالها الدولة تبوق نفسها يعني والله حيرة ملينا ملينا في مدينة الشعب دائرة الكهرباء هناك تستعير محولة للكهرباء تغذي منطقة كاملة وتترك مكانها فارغا حسب ما يروي أهالي المنطقة هذه المحاولة الثانية جوشا لها وهي شغالة وما تعرف بها خلل ما بيخل ما تعرف هم يعرفون هم يعرفون وقطاع الكهرباء ما يصير برأس خير إلى يوم يبعثون قد يكون العلم لأن محد يريد الكهرباء صير برأس خير إطلاقا بالعراق يشيلوها يجون يشيلوها هم عصب تنفذين وجون يشيلوها ما كفت مشكلة بها يشيلوها عادي عادي كل نشطة بيعي بعد رفعها تم ربط كهرباء المنطقة على محولة أخرى بعيدة عنهما ما تسبب بنعدام تجهيز الكهرباء لديهم نتيجة الضغط الحاصل عليها كما ادعى السكان هناك فصخوا هاي الشغالة اللي ما بها شي وشالوها رفعوها رأسا يعني مباشرة مع العلمية قبل عطلة وحنا دفعنا على حسابنا دفعنا تقريبا مليون وسبعمية يلا أجدتي ونصبت وبعد معاناة معاناة طويلة يلا نصبت بس نرفعت بيوم واحد نصبونا هاي الجديدة ما يعني تجي الكهرباء هي تجي ساعتين تشتغل عشر دقائق تطفى بيها باب مخفولة والقفل عد يعني موظف لسنتين ويروح زين احنا من يرفع عني اها عملية الرفع حصلت بيوم واحد بينما إذامة محولات الكهرباء ومعالجة الأعطال تستغرق أشهر من المراجعات وتقديم الشكاوى من بغداد مصطفى لطيف قناة دجل الفضائية